السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أهلا بكم مع فيديو جديد وحلقة جديدة النهاردة جماعة أكلمكم عن طريقة إزاي تقدروا تتلعبوا بالنرجسي زي ما عمل معاكم بالظبط كلنا جماعة محتاجين نحس إن إحنا بناخد ولو حق بسيط من النرجسي اللي تسبب في الأزى والإساءة لنا طول فترة علاقتنا بيه واللي كنا بنتعامل معاه بمنتهى الحب والصدق ولكن هو رد المعاملة الطيبة دي بالإساءة والتلاعب بينا طريقة بسيطة جدا يا جماعة ولكن عايز أقولك إنك لازم تكون مستعد للكلام ده نفسيا لازم تكون جاهز لإنك تقدر تقوم بالحاجة دي واللي أنا بعتبرها أفضل طريقة للتعامل مع النرجسي والانتقام منه كمان وأسهل طريقة كمان بالنسبة لك يعني مش محتاجة منك مجهود ولا محتاجة منك إنك تستنزف نفسيتك أو تتعب عصابك لأن الموضوع ده هيكون عبارة عن إنك تسكت تماما وتقدر تعرف في الوقت ده قيمة وقوة الصمت في تعاملك مع النرجسي وده هيكون أفضل رد على تجاهل النرجسي ليك وعدم اهتمامه بأي حاجة بتقول هالو واللي هتقوم بتنفيذه في الوقت ده بمنتهى الشدة معاه وإن مهما حصل من النرجسي هيعتبر بالنسبة لك مش موجود خلي بالك إنك لما بتقرر تعمل كده مع النرجسي هتكون مفاجأة رهيبة جدا له لأنه مش هيكون متوقع منك إنك في يوم من الأيام تعمل معه كده هو متعود منك دايما على رد فعلك وغضبك على تصرفاته واللي بيمثله هو الإمداد والغذاء اللي بعيش عليه منك هي دي يا جماعة الطريقة الصح والأخطر اللي هتتعامل بيها مع النرجسي واللي هتتحول بيها لشخص النرجسي مش متوقع لخطوته الجاية أبدا هيبدأ النرجسي يقلق منك جدا ويحس بقوتك وإنك فعلا بدأت تتمرد على الحالة اللي وضعك فيها واللي فرضها عليك خلي بالك إحنا هنا مش بنتكلم عن إزاي نتحكم في الأشخاص اللي حوالينا أو إزاي نتلاعب بيهم ولكن دي طريقة للتعامل مع وضع موسيق بالنسبة لنا وضع متعب من شخص نرجسي كل همه إنه يتعبنا ويسبل بليلنا القلم وإحنا بنحاول نتفادى الإساءات دي اللي بنتكلم عنه يا جماعة هو إزاي تقدر تستغل قوتك وتستعيد سيطرتك على نفسك وتوقف سيطرة أي شخص تاني عليك اللي بتعمله بالصمت ده إنك بتسحب طاقتك وردود أفعالك وتحرم الشخص النرجسي ده منها واللي بكل تأكيد هيكره جدا اللي انت بتعمله ده ومش هيتقبله منك أبدا طبعا النرجسي فهمك كويس قوي طول فترة علاقتك معاه هو كان بيدرسك وبيعرف طريق تفكيرك علشان يعرف ردود أفعالك واللي انت ناوي عليه قبل ما انت تعمله واللي النرجسي ما كانش يتخيله أبدا إنك تقدر تعمله إنك تقدر تعمل معاه نفس اللي كان بيعمله معاك بالزبط وهو الصمت اللي كان بيستخدمه معاك ولكن كان بغرض عقابك على أي حاجة وكل حاجة ولكن استخدامك للصمت دلوقتي مش هيكون عقاب للنرجسي قبل ما هيكون إنقاذ لنفسك ووضع حد الإساءات المستمرة معاك وهو ده الأهم بالنسبة لك دلوقتي قضيت عمرك كله خلال علاقتك بالنرجسي وانت بتحاول تسأل وتفهم ايه اللي بيحصل بالزبط بينك وبينه ده وهو ولا هو هنا لازم تفهم إن النرجسي عمره ما هيدي لك تفسير لأي حاجة بيعملها أو بيقولها ولا هيقولك على أسباب لأي حاجة حصلت بينك وبينه علشان كده لازم يجي عليك وقت وتعمل أنت ده بنفسك تستعيد سيطرتك على الموقف وتبدأ أنت ما تديش للنرجسي اللي هو عايزه ولا اللي هو منتظره منك سواء ردود أفعالك أو طقتك لو فكرت في الموضوع شوية هتلاقي إنك لما بتسكت النرجسي بيتحرم من أي معلومات عنك واللي المفروض إن هو بيقدر يستخدمها ضدك طول ما أنت بتتكلم طول ما أنت بتدي للنرجسي اللي بيقدر يأذيك بيه واللي يقدر يتلاعب بيك عن طريقه صدقني أنت في الموقف ده أنت اللي بدأت تتلاعب بالنرجسي بعد ما كان هو اللي بيتلاعب بيك وبدأت تتعامله بنفس معاملته الفرق اللي بينك وبين النرجسي في الموقف ده إنه لما كان بيتلاعب بيك كان غرضه الإساءة ليك واللعب بعقلك وروحك أما أنت لما بتعمل كده شي بيها قبل كده كل المطلوب منك في الوقت ده انك توقف التواصل مع النرجسي وتوقف اي اتصال بينك وبينه اي معلومة هتقدمها له تكون حريص جدا عليها وتكون على قد السؤال لو كان فيه اضطرار يعني للتواصل معك لازم تكون عارف ايه اللي بيحصل بالزبط من النرجسي معاك وتتأكد وتعرف ان كل اساليبه معاك كانت عبارة عن تلاعب بيك بغرض الاساءة ليك مرة تانية واي اهتمام بيك كان اهتمام كداب كان الغرض منه انه ياخد منك اي معلومة او اسرار خاصة بيك ويحتفظ بيها علشان يقدر يستخدمها ضدك في يوم من الايام لما هتعمل كده مع النرجسي هيبقى عاجز تماما عن انه يقزيك باي شكل من اشكال لانه مش تلاقي منك اي رد فعل او معلومة كل اساليبه المستفزة معاك اصبحت دلوقتي ملهاش اي فايدة ولا بتأثر فيك وبكده انت بتقدر توصل لحالة من السلام النفسي اللي انت محتاج لها جدا بعد فترات طويلة من الاساءة والمعاناة ناس كتير هتكون مضطرة انها تتواصل مع النرجسي اذا كان بحكم الاولاد او بسبب اي شراكات معينة بينهم والتعامل هنا هيكون الاجابة على قد السؤال مهما كان نوع السؤال اذا كان يخصك او يخص اي حاجة خلاف الحاجة اللي ربطاكم ببعض حاول ما تردش على قد ما تقدر او يدوب تدي اجابة بسيطة جدا ان شاء الله تكون كلمة واحدة النرجسي هتكون صدمة عمره لما يلاقي انه بعد ما كان متحكم بيك ومسيطر عليك وبيقدر يخرج منك ردود افعال زي ما هو عايز دلوقتي لقاك انت صعب بشكل فظيع جدا لان الصمت يا جماعة بيقتل للنرجسي وقلت الكلام افعولها رهيب جدا عليه اهم شيء في المرحلة دي مهما كانت الحالة اللي انتم فيها ومهما كان الوضع اللي انتم فيه وقف الخسارة لحد هنا يعني هتفترض ان انت اديته معلومات معينة او انت قلقان من حاجة معينة قلتهاله وخايف ان هو يتلعب بيك عن طريقها صدقني حتى لو قدر يعمل بيها اي شيء هتكون اخر مرة بنسباله وهيكون اخر كارت بيلعب بيه معك اوقع تسمح له بانه يبتزك باي حاجة عنده تخصك لان الكلام ده جالي من ناس كتير جدا اذا كان الموضوع ده عبر عن مثلا صور او اسرار او كلام انت قلتهوله صدقني الابتزاز ما بينتهيش بمجرد ما بيستخدم الحاجة دي مرة واحدة هتكون اخر مرة بنسباله اهم شيء ان انت تثبت على موقفك لان المرة دي غير كل مرة انت كده بتلغي النرجسي من حياتك وبتقضي عليه تماما وبتحرمه من اي سلاح في ايده كان بيتلاعب بيه معاك او اي حاجة في ايده ممكن يستخدمها ضدك النرجسي خبير جدا في استخدام الحاجات دي علشان يقدر يتحكم بالضحية خلي بالك هي دي نفس الطريقة اللي هيستخدمها مع اي حد يعرفه حتى لو عارف شخص كل يوم هيتعامل معاه بنفس الطريقة هيبدأ اهتمامه الخطير جدا بيه علشان يقدر ينتزع منه اسراره ويخبيها عنده طول فترة علاقته بيه لحد ما ييجي اليوم اللي يحتاج الحاجة دي علشان يبدأ يستخدمها ضده النرجسي يا جماعة عنده مشكلة في الارتباط ما بيعرفش يرتبط بالناس بطريقة صح عنده حاجة اسمها اضطراب التعلق اسوأ حاجة ممكن النرجسي يعملها مع الضحية بعد الانفصال هي انه يستخدم اسرارها ضدها علشان يبتزها او انه يرجع او انه يرجع يسيطر عليها مرة تانية ويتحكم بيها لو في يوم من الايام فكرت ان هي تبعد عنه او تسيبه للاسف يا جماعة موضوع الابتزاز ده بيجيب نتيجة مع ضحايا كتير بسبب انهما في حالة من الضعف العاطفي او ما بيقدروش يعني يوجهوا حملات تشويه السمعة اللي الانرجسي بيهددهم بيها واللي بيعملها بدون اي نوع من الاخلاق او الضمير او حتى التعاطف وخلي بالك الانرجسي ما عندوش اي اعتبارات تخليه يرجع عن اللي هو بيعمله لا ارابة ولا شكل اجتماعي ولا وجود اطفال حتى ممكن يخليه يتراجع عن الطريقة دي كل اللي الانرجسي بيكون شايفه هو انه يعايز يعيد سيطرته عليك مرة تانية ويتمكن منك مرة تانية اللي انا عايز اقولهولك حاول تدي لنفسك فرصة انك تقطع الاتصال معاه علشان تدي لنفسك بعض الوقت علشان تبدأ تفكر وتفكر في قراراتك بشكل صح اصعب مشكلة بتقابل معظم ضحايا الانرجسيين هي انه حتى بعد الانفصال بيكون عنده بعض المشاعر ناحيته والانفصال بيكون شيء صعب جدا على الضحايا بسبب كمية الحب والتعاطف اللي عاشها او اللي الضحايا عاشتها معاه ولكن لازم تحط في دماغك حاجة مهمة ان الانرجسي ولا حينشغل بيك ولا يهمه اللي انت فيه ابدا لانه هو ما حبكش زي ما انت حبيته من الاول ولا كان مرتبط بيك زي ما كان مفهمك او بيقنعك ولكن كان كل الموضوع بالنسباله كان انه يسيطر عليك ويحكم قبضته عليك ويتحكم في حياتك زي ما هو عايز وده اللي بيخلي الانرجسي دايما بيكون قدامك شيء مثالي جدا ورائع في بداية العلاقة وكمان ده اللي بيخليه انه يقدر يتنقل من علاقة للتانية بسهولة شديدة جدا ويبدأ يحصل على امدادات من اي مكان تاني لان كل اللي انرجسي يعرفه هو ازاي يعيش بالطريقة اللي تناسبه هو مش اللي تناسب حد تاني وكل اللي انرجسي يعرفه هو ازاي يستغل الناس اللي بيرتبط بيهم باي شكل وباي طريقة تخيل نفسك كده بعد كل ده وبعد اللي انت قدمته لانرجسي قطعت عنه كل ده فجأة انت سكدت وقطعت التواصل معاه تخيل انرجسي من غير امداد هيبقى عامل ازاي صدقني انرجسي من غير امداد ميت انرجسي هيبقى عاجز عن اختراقك مرة تانية لما ما يلاقيش منك ردود فعل او اي كلام منك او تواصل زي ما كان متعود معاك طريقة اللي انت هتعملها دي هتنقص بيها حياتك الباقية وتقدر تكمل بيها عمرك اللي كنت بتضيعه على شخص ما يستهلش صدقني حياتك تستاهل انك تتعب علشانها ناس كتير يا جماعة بتكتبلي في التعليقات ان اللي انا بقوله صح وان معظم اللي انا بقوله صح يا جماعة انتم عارفين الكلام ده من غير حتى انا ما اقوله ولازم تقدر تواجه نفسك او لازم تقدروا تواجه نفسك بالحقيقة علشان تقدروا تعيشوا مرة تانية كلام اللي بنقوله ده يا جماعة علشان نلحق نفسنا قبل ما نضيع تماما بسبب علاقة مستنزفة ومؤلمة هقول لكم حاجة قلتها لكم قبل كده لو فاضل من عمرنا يوم واحد لازم نحاول نعيشه بطريقة كويسة من غير اساءة او استغلال دي كانت حلقة النهاردة جماعة اتمنى تكونوا استفدتم بيها ان شاء الله نتقابل الحلقة الجاية شكرا ليكم سلام عليكم ورحمة الله وبركاته